اشتركوا في القناة واوضحت مواقع اخبارية ان السعداني غادر المغرب لتخوفه من مخابرات بلاده الجزائر بعد تداول عدد من وسائل الاعلام لتفاصيل حياته بالمغرب مما جعله يضطر لترطيب اورقه والصفر نحو لندن للاستقرار هناك مؤقتنا وفي ابريل 2021 اكدت صحيفة لوسواغ دالجيريا الناطقة باللغة الفرنسية ان عمار السعداني طلب اللجوء السياسي لدى المغرب بسبب ملاحقة السلطات الجزائرية له لاتهامات تدور رحها حول تورطه في قضايا فسادة ووضع عمار السعداني على لائحة الشخصيات الذين فتحت العدل بشأنهم تحقيقات منذ سنة 2018 وتعظمت مخاوفه بعد اعتقال وزير العدل السابق الطيب لوح في عام 2019 لان الرجل الذي كان يعتمد عليه لم يعود في مكانها ورفض منذ ذلك الحين العودة الى الجزائر واستقر به المقام في باريزة لينتقل بعدها الى البرتغال ثم الى المغرب ويشار الى ان السعداني كان من بين المؤمنين بمغربية الصحراء حيث قال في حوار مع موقع جزائرية سنة 2019 ان في الحقيقة اعتبر من الناحية تاريخيا ان الصحراء مغربية وليست شيئا اخر واقتطعت من المغرب في مؤتمر برلين وفي رأيي ان الجزائر التي تدفع اموالا كثيرا للمنظمة التي تسمى البوليساريو منذ اكثر من خمسين سنة دفعت ثمنا غاليا جدا دون ان تقوم المنظمة بشيء او تخرج من عنق الزجاجة وكانت السلطات الجزائرية قد ردت حينها على تصريحات السعداني عن طريق المتحدث باسم الحكومة نداك حسن رابحي بقوله انه يخص صاحبه ولا يساوي مثقال ذراء نشكركم على حسن المتابعة الى اللقاء